ماذا تفعلين في مثلاً هذا المسرح المستقل والمسرح التجريبي ويعني كل هذه المحاولات الشبابية بقول إنه صعب قوي إنه يبقى المثقفين على جانب الدولة في نفس الوقت دايما المثقفين على يسار الدولة فلما مرة يبقى الهدف واحد يعني الهدف واحد جداً إن إحنا مش عايزين تطرف كل من المثقفين والدولة مش عايزين تطرف فلما نبقى هدفنا واحد نوحد الجهود وندعمها ونسندها فلما ما يبقاش فيه تطرف إزاي لما يبقى فيه مسرح في القرية فالشباب هيبقى عندهم طاقات إبداعية هتطلع في هذا المسرح وكمان التحدي بتاع الفرقة بتاعتنا دي فرقتنا إحنا دي مش فرقة إحنا معينين فيها دي ملكنا فإحنا عايزين بتعمل حالة كده من الشغف ومن الطاقة حلوة إن دي الفرقة بتاعتكم وإحنا بس هندعمكم يعني ممكن ندعم بفلوس ممكن ندعم بمكان لكن ستيل الفرقة بتاعتكم الموضوع اللي انتوا عايزين تعملوه أو الموضوعات اللي عايزين تعملوها اعملوها احلموا مش عايزين مقابل والله اعملتوا فلوس خير ما عملتوش فلوس خير لأنه الهدف الأساسي مش مكسب مادي طب هذه التجارب المسرحية وخصوصا للشباب ألا تقوم جهة بتسجيلها للأسف لأ أنا هقولك فيه حكاية في المسرح كده إنه ناس المسرح المسرح عامل زي الحياة غير متكرر يعني حتى عمرك ما تشوفي لما بيحصل إن فيه عرض مسرحي عمر ما كان عرض شبه التاني لازم فيه اختلافه ولو طفيف يعني فيه حدود للجودة آه ما بننزلش عن حدود الجودة بس ما فيش عرض شبه التاني لأنه الممثلين بشر اللي قابلهم الصبح النهاردة غير اللي قابلهم الصبح بكرة فبيحصل إنه العرض المسرحي شبه الحياة شيء غير متكرر هو بيختلف لكن في النهاية النص واحد آه بس مختلف شبه الحياة الأيام مش شبه بعضها حتى مهما قلنا إن الأيام شبه بعضها ومهما كان فيه روتين في الأيام المسرح كذلك فالناس المسرح مش مهتمين قوي بإنه بإنهم يصوروا أو إنهم يوثقوا أو إنهم يقرشفوا دي شغلانة ناس تاني يعني فيه ناس باحثين مقرشفين هم اللي لازم يعملوا كده إنما مش الفرقة المسرحية